اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة قال معالي وزير المواصلات والاتصالات يسعدني ان اشارك هنا اليوم في الاحتفال بالاعلان عن الطلاب الذين تم اختيارهم للمشاركة في معسكر الفضاء الذي سيعقد في الولايات المتحدة الامريكية هذه المبادرة تؤكد دعم مملكة البحرين المستمر لقطاع الفضاء وتنسجم مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمتبعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من جانبه قال سعدة السيد ستيفن كريك بوندي سفير الولايات المتحدة الامريكية ان بلاده ومملكة البحرين توليان اهمية كبرى للعلوم والتكنولوجيا والتي تم اضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب اتفاقية تكامل الامن والازدهار من جانبه صرح سعدة الدكتور محمد ابراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء نسعد اليوم بالاعلان عن اسماء الفائزين الذين سيلتحقون بمعسكر الفضاء الفين وخمسة وعشرين والذي يهدف الى وضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي تلعب دورا نشطا في الانشطة المتقدمة والعلوم الفضائية واستغلال فرص المبادرات المتاحة من خلال التعاون الدولي وفي ختام الحفل هنأ معالي الوزير الطلاب الذين تم اختيارهم لهذا المعسكر وتمنيا لهم تجربة تعليمية غنية تساهم في تعزيز قدراتهم وتوسع أفاقهم في مجال الفضاء